احنا الشيط الاول طبعاً اتشدنا شوية مع اللي كان بيحصل من التحكيم والحكم حكاً مش طبيعي طبعاً يضايي ده مش طبيعي ده مش طبيعي طبعاً ده يعني انا مش متخيل اللي بيحصل ده يعني طب واحدة واحدة مفيش 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 واحدة واحدة مفيش مفيش فشيط بين الشيطين حسب بتحوالي 11 11 ضربة سابتة مثلاً ولا حاجة على حدود المنطقة اه لا ده مش طبيعي وزيها ليك مفيش حاجة ممكن يهددك بكارت هي زيها فهو لا هو كان مش طبيعي بين الشيطين اتكلمنا ان هما الماضي شوية هيتشد في سكة الحكم وهنفكد تركيزنا يا اخي انا قاعد بتفرج اقسم بالله انا فقدت عصادي انا قاعد انا بتفرج عمال اقول انا باي خاص بنتم متوتر لو قدامنا مش عارفة فيك ايه كحاكم يعني بالزبط فانا ما تخيل انتو بقى كالعيب الماضي هو صعب جدا لا احنا اتكلمنا ان احنا هيبقى فيه حتى يعني صراحة لنا ان هو محدش يعترض مع الحكم خالص ولا يتكلم محدش اه محدش يروح له خالص اللي هتكلم المستر وصلاح والنني هم بس اللي هيتكلمه مع الحكم الباقي كله تركيزه جواه المالعة ان هو ده اللي هيرجعنا الماضي فاحنا ما انا بقولك يعني في الحاجات الصعبة اللي بنواجهها لازم تخلق حل في وقتها ده اللي كان مميز الروح اللي ما بينا وان احنا كلنا برضو كتيم كنا بنسمع لبعض مفيش حد اسمه لعيب كبير وما فيش حد لعيب صغير كلنا كنا بنسمع لبعض كلنا كنا بنشوف الصح فين ونحاول نوصله لبعض عشان كتيم ننجح والحمد لله ربنا قدرنا ونجحنا مهند المنشاط اللي كنت بتنزل فيها في توقتات صعبة كنت عامل معا ازاي انت بقى كنت جاهز نفسك؟ احنا كلنا جاهزين ده في البداية كلنا جاهزين زي ما قلت لك الروح اللي ما بيننا عاملة ان ما فيش حد غريب من التيم وغريب برا المنتخب فكلنا تحس كلنا طبعا متحفزين وكلنا فاهمين الشغل كلكم متحفزين كلنا كلكم شالين شغل الراجل المدير الفني بتاعك وكل حاجة بالزبط وعايز اقول بمناسبة شغل الراجل ما فيش لعيب في منظومة الحداشر اللي بيبقى جوه الملعب عشان بس الناس تقول ده ما بيهاجمش ده ما بيدفعش ده ما فيش واحد جوه الحداشر لعيب اللي بيبقوا داخل الملعب مالوش دور بيعمله